هناك طبعا في مساء الأمس حادث إرهابي مؤسف حدث بالقرب من مقر للقوات الأمن المركزية على طريق القاهرة الإسماعيلية منذ قليل عرفنا أنه السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وصل في زيارة مفاجئة إلى موقع الحادث الإرهابي اللي حضراتكم شايفينه على صورة الوقت علشان يتفقد أحوال التحقيقات هناك المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية أمر بالتحفظ على موقع التفجير الإرهابي والمعينة المبدئية كشفت أن هذا التفجير وقع جراء سيارة ملغومة لم يعثر في نطاق الانفجار حوالين هذه السيارة على أية أشلاء بشري مما يرجح نظرية أن هذا الانفجار تم بتفجير السيارة عن بعد الدخلية بتكثف إجراءاتها حاليا لتحديد هوية الجناة وضبطهم وتقدمهم للنيابة العامة والتحقيق معهم هناك أيضا إجراءات من المعمل الجنائي للاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير وذلك عن طريق اكتشاف أو الوصول إلى رقم الشاسيه الخاص بهذه السيارة وهوية ملكة السيارة كانت محطوطة على بعد 20 متر من البوابة الرئيسية لمعسكر الأمن المركزي وانفجار هذه السيارة تسبب في هبوط أرضي لمسافة 2 متر وتناثرت أشلاء السيارة على مدى واسع وكبير للغاية